السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد قنقترح لكم عجين بيتزا اللي كيجي اكتر اكتر من رائع احسن من العجين اللي كيتبع او البيتزا اللي كيتبع مليون مرة كيجي اكتر من رائع كنتمنى انو هاد لصفتنا اللي اجابكم وانتقلوا بحول الله وانتعرفوا على مقدار الوصفة هنا سنحتاج استضيال الكيسان ديال دقيق الفرس وكاز ديال الفينو نضيف له واحد الملعقة صغيرة ديال الملح وملعقة كبيرة ديال السكر وملعقة كبيرة ديال الزعتر غنخلطهم هنا غنخدم واحد الكيمياء شوية كبيرة غنضيف ليه نصف كأس ديال زيت الزيتون وعندي هنا يا كأس ديال الحليب اللي كيكون دافئ غنضيف ليه واحد الملعقة كبيرة ديال خميرات خميرة العجن او الخميرة الفورية هنا هنا استعملت خميرة معجونة كندوبوا الخميرة او المعجونة في واحد الكاس ديال الحليب دافئ وهنا غنبدا نضيف الماء هنا هي الكأس الاول غنعبر معاكم الماء باش نشوفوا مش حال غياخدوا معانا الخاليط او الدقيق مش حال غيتشرب ديال الماء هنا هي غنبدا في الكأس الثاني وانا كنجمع العجين غنجمع العجينة ديالي تكون مرخوف فوقت الصقف اللي يدي نضيف الماء شوية بشوية الكأس الثاني هذا نضيف الكأس الاول كامل وهذا هو الكأس الثاني نضيفه شوية بشوية وانا نجمع العجين هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها نبدأ نضيف العجينة ديالي مزيان وانا نضيف الماء حتى نسالي الكأس كامل و هنا هي من بعد ما دلكتها مزيان كتشوفوا الشكل أو قوام ديالي العجين كيفاش كتكون كاجي مرخوفة بزاف كتشوفوا كيفاش كلصق في اليدي كنضهمها مزيان بزيت الزيتون وكنغطيها ونخليها تخمر وهنا اياما بعد ما خمرت غنحاول نجمع الاطرف ديالها نجمعه من الجوانب الى الداخل نجمع الاطرف كاملين نظن انه الطريقة بينا في الفيديو هنا نستعن انني ندهن ليد ديالي بزيت الزيتون حيث العجينة تلصق بزاف مرخوفة من بعد ما جمعت الاطرف كاملين جمعت العجينة ديالي وقلبتها ودهنتها بزيت الزيتون ونرجحها مرة اخرى تخمر للمرة الثانية هاد العملية كتخلي العجينة ديالنا كتخرج رائعة هنا في المرة الثانية كتخمر بسرعة ما كتاخدش معانا بزف ديال الوقت كتشوفو كيفاش خمرات بسرعة وضعف الحجم ديالها بزف كتكون عجينة رائعة كتشوفو معايا كيفاش كتشوفو كدجي مهوية و كتشوفو خصيفة رائعة هاد العجين كنصحكم انكم تجربوها هنايا غنقطع العجينة ديالي هنايا ممكن انكم تخرجوا منها من هاد العجين ربعا ديال بيتزات حجم كبير هنايا غنقرس ثلاثة ديال بيتزات كبارين وغنخلي واحد واحد القطاع ديال العجين ممكن انكم تحتفظوا بها في المجمد كتبقى كتبقى زوينة إلا بغيتوا تخدموها كهذه الكمية وبغيتوا غير طيب وغير وحدة ممكن أنكم تحتفظوا بالباقي في المجمد هنايا نقرس القطاع ديال العجينة ديالي كنستعن بزيت الزيتون كندهن بزيت الزيتون ورق المطبخ وكنبدأ نقرس البيتزا ديالي بأصابع اليد مع الاستعانة بزيت الزيتون كتشوفوا كيفاش كنقرسها كنحاول نخلي الأطراف يكونوا شوية عراضين كنقرسوها بزاف كتكون رقيقة حيث كتتنفخ وكتجي كتجي خاوية من الداخل قرسوها مزيان تكون رقيقة كيجي شكل ديالها في الآخير أحسن ما تخليوها غليظة كتشي كتنفخ هنيا غنستمر أنا نقرسوهم كاملين كتشوفوا كيفاش كنقرسها كنخلي الأطراف شوية عالين باش يخرج معنا ذاك الشكل الشكل المتعرف علي هي ديالبيتزا اللي كيجي كتجي الأطراف دياله عالية هنيا قنستمر أنا نقرس ونقرس البيتزا ديالي مزيان وهنيا نتقسم معاكم واحد اللاصوس اللي كان نحضر بها البيتزا كان أخذوا واحد الكمية ديال مطيشة للحك وايضا كمية ديال اللاصوس أو صوليس كان نغليهم على نار تكون مهيلة كان نضيف لهم شوية ديال الماء وواحد ملعقة صغيرة ديال الزعتر كان نخليهم يغلوا واحد ثلاثة دقائق إلى خمس دقائق فقط حتى تشرب دك الماء اللي كان نضيفه ليه كان نخليها تبرد وكان نضيفها البيتزا ديالي هنا من بعد ما سرحت واحد الكمية على البيتزا كان نضيف أيضا واحد الكمية ديال الجبل الأحمر ممكن نضيفه المتزاري لا ولكن أنا كنفضل دائما جبل الأحمر حيث ما كيعجبنيش طعم ديال المتزاري اللي بزاف غنضيف أيضا واحد الكمياء ديال الفطر اللي شحرته شوية مع شوية ديال الزيت وشوية ديال إبزار وايضا القليل ديال الملح غير واحد لخمس دقائق فقط نخليه يبرد وهنا غنضيف أيضا كيمياء ديال الطون وايضا بعض القطاع ديال السوريمي هنا الحشوك تبقى اختيارية على حسب الرغبة ممكن تعمره بأي شيء كتفضله في البيتزا أنا هنا غنعمر هادي بهاد بالسامك وغنعمر واحد البيتزا أخرى بالخضرة كنضيف لها الفلفلة والبصلة والزيتون بالزفد للحويج اللي ما كيفضلش أنه يأكل البيتزا مع الحد هنا اضفت أيضا شوية ديال الحبات ديال القمرون وغنضيف أيضا شرق ديال الزيتون هنا نكتفي أنني نتقسم معكم العمارة ديال واحد البيتزا باش ما يجيش الفيديو طويل وهذا هو الشكل البيتزا ديال من بعد مطيبتها الفرن كي يكون ساخن ساخن جدا سخنوا الفرن ديال كم بزاف حتى يسخن مزيان ندخلوا البيتزا الفرن وحد الخمس دقائق ومن بعد نقصوا درجة الحرارة المئة وثمانون ونخليوا البيتزا ديال نطيب على خطرها وفي الأخير مني كنقربوا نخرجوا البيتزا من الفرن كنضيفوا لها الفرمج الأحمر مرة أخرى من فوق كنخليوا بعض دقائق حتى يدوب والبيتزا ديال لها كتكون جاهزة كتشوفوا معي الشكل ديالها وكتشوفوا أيضا العجنة كيفاش كتجي كتجي خاوية من الجوانيب وأيضا يعني واحد العجنة اللي رائعة كنصحكم أنكم تصربوها وكنتمنى أنه هذا الفيديو يكون لإعجابكم البيتزا أو عجنة البيتزا كتخرج أكتر من رائعة إن شاء الله المعيدي لنا سيكون فيديو تيت على القناة بحول الله شكرا